في البداية برحب بحضرتك وجودك اليوم معنا في مجلس الأيام كيف ترى هذا التقليد الاجتماعي بالنسبة للمجالس في شهر رمضان المبارك؟ والله طبعاً المجالس الاجتماعية في البحرين ده تقليد أول مرة أنا يعني بسطفه وبحضره والنهارده أول يوم بعقد سلسلة من الزيارات على المجالس المختلفة الحقيقة طبعاً بمناسبة الشهر الفضيل طبعاً دي بتبقى فرصة طيبة للاختلاط والاندماج مع المجتمع البحرين والتعرف على عدده والتقاليد بتبقى فرصة طيبة للتواصل مع الأشخاص من مختلف الخطاعات الرسمية والشعبية يعني التعرف عليهم وعلى التقاليد وطبعاً بتبقى فرصة طيبة كمان إن يبقى فيه مصار غير رسمي للتعريف بالأمم المتحدة في المجتمع البحرين كيف اليوم ترى التعاون بين مملكة البحرين وبين مكتب أمم المتحدة؟ الحقيقة أنا صار لـ 11 شهر من وقت ما جيت وفيه طبعاً اتفاقية إطارية هي اللي بتنظم العلاقة بين الأمم المتحدة والبحرين خلال الفترة اللي أنا عدتها لحد دلوقتي يعني فيه تحرك وتقدم في عدة مسارات يعني طبعاً مش هعددها كلها لكن يعني أسفر منها طبعاً مسارات المسار البيئي الصحي الاجتماعي التنموي بشكل عام وحتى كمان في مجال هو الإنسان والحقيقة احنا يعني اشتركنا في أكثر من مبادرة مع الحكومة في البحرين لتحريك المسارات المختلفة اللي بتقع تحت إطار الاتفاق التعاون أكيد خلال 11 شهر اللي فاتوا شهد حراك مجتمعي في البحرين كان هناك استضافة للبرلمان الدولي وأيضاً تزامن ذلك مع سباقات الإفوان في البحرين الكثير من الفعاليات كيف ترى هذا المجتمع المتحرك خلينا نجيب الحقيقة أنا اتفاجأت يعني بمفاجأة يعني بشكل عيجابي من الحراك المجتمعي والثقافي والفعاليات المختلفة بتحدث البحرين على مدار السنة يعني صعب يعني الواحد لما يقول البحرين دولة تعداد السكان واحد ونص مليون نصهم من الأجانب ولكن لا يعني البحرين اللي بتقدموا أكتر بكتير من الصورة اللي هو الواحد لما ينظر يعني عليها في الخريطة من بعيد يعني لا يعني فيه حاجات كتير بتتم فعاليات زي ما تفضلتي وذكرتي الفورمولا وان وكمان الفعاليات الثقافية مركز الشيخ إبراهيم المركز المؤتمرات كمان فيه على المستوى الدبلوماسية المتعددة للأطراف حوار المنامة يعني طبعا فيه حاجات كتير بتتم بتلفت النظر وبتخلي أي ضيف قاعد في البحرين دايما يعني عنده أجندة مليمة أطلق مؤخرا تقرير المدن كان هناك تعاون بين مكتبكم وبين مركز دراسات في البحرين كيف ترون هذا التقرير أهو الخطوة نحو هذا التقرير تقرير المدن العربية اللي تم إطلاقه يعني من فترة وجيزة بالتعاون مع مركز دراسات الحقيقة له أهمية خاصة لأنه بيحلل وبيطرح أهم التحديات اللي بتلقاها المدن في الدول العربية وبيطرح جرس إنذار يعني ما يجب اتخاذه من إجراءات احترازية قبل ما تقع مثلا مشاكل أو تحديات يبقى صعب التعامل معها بعد حدوثها وأعتقد الزلزال اللي تمه مؤخرا في سوريا وتركيا كان أعتقد ده يعني مؤشر واضح أو مسأل قوي للتحديات اللي ممكن تلقاها المدن العربية سواء من كوارث من صنع الإنسان أو كوارث طبيعي يعطيك ألف عافية وتشرفنا محضرتك في مجلس الأيام الرمضاني ألف شكرا